أهلا بكم والبداية من الشأن الأمني في اعتبارا من اليوم السبت الأول من العام 2022 انتهى الوجود العسكري القتالي للقوات الأجنبية في العراق الذي استمر سبع سنوات وذلك إطرى الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وواشنطن بعد أربع جولات من الحوار استراتيجي دامت لأشهر عدة وانتهت في تموز الماضي وقضى الاتفاق بخروج القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق في موعد أقصاه أمس الجمعة الحازية والثلاثين من كانون الأول سنة 2021 والإبقاء على عدد محدود من المستشارين التابعين للتحالف يقدمون النصحة والمشورة للقوات العراقية ويعتبر الاتفاق انفراج حال دون تعريض البلاد لأزمة أمنية ودبلوماسية في ظل رفض الفصائل المسلحة استمرار الوجود الأمريكي واستهدافها بين الحين والآخر لأرتال الدعم اللوجستي الخاص بالقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ترجمة نانسي قنقر